السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الأعزاء سوف أقدم إليكم تفسير رؤية الزيتون الأسود في المنهم معكم رانيا لتفسير الأحلام رؤية أن شخص يتناول الزيتون تدل على أن هذا الشخص سوف يحقق الأشياء والأهداف التي يتمنى تحققها طوال حياته في حال رؤية الشخص أنه يكون بتسلق أشجار الزيتون يشير إلى قصرة الأشخاص التي توجد في حياة الرأي والتي تقدم له وسائل المساعدة بالإضافة إلى خفهم عليه والوقوف بجانبه في جميع الأزمات إذا رأى الشخص في منام الزيتون الأسود فهذا الحلم يدل على قوة تحمل وصبر الشخص الرأي على تحدي ومواجهة الصعوبات والمشاكل التي يمر بها بالإضافة إلى قدرة هذا الشخص على حل هذه المشاكل بكل حكمة وتدل رؤية الزيتون الأسود في المنام إلى ما يتمتع به الشخص الرأي من عفية وصحة جيدة كما يمكن أن تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بمناعة قوية تحميه من الإصابة بالأمراض الخطيرة التي تؤدي إلى وفاته فرؤية الزيتون الأسود في منام المرأة المتزوجة إشارة على الحياة السعيدة التي تعم حياتها وإذا كانت تمر بفترة صعبة وإذا كانت مريضة وشاهدة الزيتون الأسود في المنام فأن الله سوف يمنى عليها بالشفاء والعافية أيضا الزيتون الأسود هو علامة على الأفكار والمشاعر وتدل رؤية الزيتون أنك وصلت إلى مستوى من السلطة والقوة وحان الوقت لكي تعبر عن رغبتك ومشاعرك بشكل واضح أمام الجميع يشير حلمك بالزيتون الأسود أنك شخص تسعى إلى السلام والصفاء وأنك شخص اجتماعي تحب أن ينتفع عليك شخص ما وتحب تكوين صدقات جديدة لكن هذا الحلم يخبرك أن عليك أن تكون حذرا من الأشخاص المحيطين بك لأنك من الممكن أن تتعرض للخيانة الزيتون الأسود يعني إنجازاتك الكثيرة التي سوف تحققها بسبب جهودك وأعمال الناجحة التي سوف تقدمها كما أن الحلم عليك أن تقلل من الصقة الكبيرة التي تعطيها للأشخاص لا يستحقون أيضا رؤية الزيتون الأسود يدل على قوة شخصيتك وصرامتك وأنك دوما تعمل من أجل البقاء على الطريق الصحيح لكنك تواجه صعوبة في التعبير عن غضبك ومشاعرك وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كلما نقدم إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته